المعلمون في مناطق السطوة الحوثية أثبتوا وهنى وضعف الميليشيا في مواجهة الحقوق المكتسبة والاستحقاقات المطلبية حركوا قضية المرتبات المنهوبة منذ نحو ثمان سنوات وعقدوا العزم على انتزاع حقوقهم وإذابة جبل الجليد وكسر حاجز الخوف الذي حاولت الميليشيا بناءه لإرهاب المطالبين بحقوقهم والرافضين لسياساتها النهبوية والعنصرية تسعة أسابيع من الصمد والثبات في المطالبات بانتزاع الحقوق نادي المعلمين اليمنيين تعهد بمواصلة الإضراب الشامل في مناطق السطوة الحوثية إلى حين صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبع سنوات داعيا الذين لم يشاركوا في الإضراب إلى الالتحاق بزملائهم وكذا وهي الخطوة التي ينبغي على باقي موظفي الدولة اقتفاءها للمطالبة بحقوقهم المكتسبة المتمثلة بالمرتبات المنقطعة منذ سنوات نادي المعلمين الذي تبنى ثورة التعليمية المطالبة بصرف المرتبات وانتزاع الحقوق وإنهاء عبث الميليشيا بأقوات المعلمين أكد أن تهديدات الميليشيا بمصادرة الدرجات الوظيفية على المطالبين بحقوقهم وأحلال بدلاء عنهم لا يمكن أن تؤثر على هذا الحراك السلمي المطالب بالحقوق وانتظام عملية صرف المرتبات بما يمكن للمعلم الاستمرار في الحياة ومواصلة رسالته وانتظام العملية التعليمية خصوصا وأن المرتبات حال صرفها سيتم عبر حوالات مصرفية إلى المعلمين والمستفيدين مباشرة وتتعمد الميليشيا إخافة المطالبين بحقوقهم بإثارة شائعات الفصل من الوظيفة العامة واستبدال المعلمين بأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم كبدلاء لمن يطالب بحقوقه وهي سياسة ميليشاوية تستكمل تدمير التعليم في مناطق السطوة الحوثية الذي عام دات الميليشيا إلى تدميره منذ دخولها صنعاء وتسليم وزارة التربية والتعليم لشقيق زعيم الميليشيا للعبث بهذا الصرح الهام في بناء الأجيال الضغوط الشعبية والتضامن الواسع مع المعلمين كان أكثر الأشياء التي أسهمت في نجاح الإضراب المتواصل وأدى إلى إطلاق صراح قيادات النادي بعد شهرين على اعتقالهم بسبب الإضراب المطالب بصرف الرواتب باستثناء مسؤول النادي في محافظة المحويت المعتقل منذ نحو أسبوعين ترجمة نانسي قنقر